مصادر عسكرية سودانية للشرق إن سفينة حربية روسية غدرت من بورت سودان محملة بمعدات عسكرية أوضحت المصادر أن السفينة الروسية التي وصلت في وقت سابق حملت معدات عسكرية من ضمنها أجهزة رادار واتصال تم نصبها في القاعدة كانت مصادر حكومية سودانية أكدت في وقت سابق للشرق أن الخرطوم قررت الحد من الوجود الروسي في قاعدة فلامينغو واقتصاره على سفن الاستطلاع فقط الوجود العسكري الروسي في السودان ظل مسار جدل واسع في السنوات الأخيرة كيف بدأ وإلى أين انتهى؟ الوجود العسكري الروسي في سواحل السودان مر بعدة محطات بدأت في منتصف مايو عام 2019 بعدما كشفت موسكو عن بنود اتفاقية مع الخرطوم لتسهيل دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين وبعد مرور عام على الإعلان الروسي نفت الخرطوم في الخامس عشر من مايو عام 2020 الأنباء المتداولة عن إنشاء قاعدة عسكرية روسية على سواحلها وفي السادس عشر من نوفمبر الماضي صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار إقامة قاعدة بحرية روسية في السودان الجريدة الرسمية في روسيا نشرت تفاصيل الاتفاق العسكري مع الخرطوم في التاسع من ديسمبر الماضي والذي نص على إنشاء قاعدة تمويناً وصيانة للبحرية الروسية في البحر الأحمر تطور جديد ظهر على الساحة عقب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب فالخرطوم أعلنت في الثاني من يناير الماضي مراجعة كافة الاتفاقيات العسكرية المواقعة مع روسيا واشنطن بدورها دخلت على خط الصراع في البحر الأحمر وأرسلت إحدى سفونها البحرية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي لتصبح أول سفينة عسكرية أمريكية ترسو على الشواطئ السودانية منذ سنوات وعقب مرور ثلاثة أيام على رسو السفينة الأمريكية أرسلت موسكو فرقاطة عسكرية إلى ميناء بورت سودان تمهيداً لإقامة القاعدة البحرية وفي الثامن والعشرين من أبريل الماضي أعلنت مصادر في الحكومة الانتقالية للشرق أن الخرطوم قررت الحد من انتشار الوجود الروسي في القاعدة العسكرية في البحر الأحمر واقتصاره على الاستطلاع فقط أما في الثاني عشر من يونيو الجاري فقد أعلنت الخرطوم مغادرة سفينة حربية روسية لميناء بورت سودان محملة بمعدات عسكرية طلبت القيادة العسكرية السودانية سحبها وذلك في إطار تقلص الوجود العسكري الروسي